اشتركوا في القناة الى حد اليوم التعامل مع اشكالية استرجاع الاطفال والنساء هو تعامل عاطفي يمشي مع الاهواء والاراء بتاع المجموعة او الرأي العام بدون انه يكون فيما تعاطي عقليني مدروس بخطة واضحة ويظهر لي اليوم سياسة النعامة اللي تقوم بها الدولة مع تتجاه هذه الاشكالية انه مع تخلينا نتجاهلوها كأنه الاشكال مهوش موجودة خطر الاطفال والنساء والمقاتلين هما نفسهم همش موجودين في تونس المسألة كأنها مع تمسئولية اطراف اخرى او دول اخرى هذي مهوش ممكن نتجاهلو في هالطريقة التعامل هذي نوك على ذيك طالبنا من السلطات التونسية انها تقوم بواجبها في اولا استرجاع هؤلاء الاطفال هذي واجب على الدولة خطر الاطفال هذوما هما ضحايا ما عملوا حتى شيء وتقوم كذلك بكل التدابير ليحاطة بهم سواء كان طبيان او اجتماعيا او نفسانيا الحكومة ما عطتش الى حد الان موقف رسمي حتى كرسلنا معنتها وزارة الخارجية وطلبنا منها انها تمدنا بالمعلومات او بموقف رسمي من مسألة رجوع الاطفال والنساء يعني بتعائلات الداعش ما كانش الجواب واضح يعني كان جواب فصفاذ غامض تقول انه هي معندها حتى يعني نية في منعهم من الدخول الى تونس ولكن هالناس هذوما يعني نحكيو عليهم هما محتجزين في يعني ملاجئ او في سجون في الخارج موش نجمو يرجعوا واحد هذي حاجة واضحة يعني اطفال نحكيو على اطفال اعمارهم اغلبهم اقل من ستة سنين موش بشي نجمو يرجعوا واحدهم الاطفال هذوما مش بشي ايبان باتخاف يخسلوا ديزير معانت بشي شقوا الصحراء ولا بشي شقوا معانت مدن ودول ويجيوا لتونس معانت وحدهم دونك يلزم يكون فيما سياسة الدولة لاسترجاعهم وهوني نحسوا انو الدولة التونسية ما قامتش باي اجراء حقيقي كانت فيما معانتها في السنة معانتها عمناول في السنة الفارطة كانت فيما يعني بعثة رسمية من دولة تونسية مشيت للليبيا لاسترجاع الاطفال ولكن ما توصلوش الى حل في التفاوض متاحهم على السلطات الليبية معانتها في مصراتا وفي ترابلس لانو كان فيما سوق تفاهم حول نوع يعني الغاباتخيمون اللي بشي سير هل هو فقط الاطفال ام كذلك للنساء وخاصة لجسس المقاتلين تل السلطات الليبية تحب من تونس انا تترجع كذلك الجسس بتاع هذوم الارهيبيين المقاتلين اللي موجودين في 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 ليبيا دونك راجعت في نهاية الامر البعثة هذي بخفايحونين ما كانتش معانتها عندها حتى جدوى و الى حد الان يعني العائلات لها معانتها سنوات وهي الطالب باسترجاع الاطفال ولكن الى حد الان ما كانش فهمة تحرك حقيقي فقط فما ثلاث اطفال راجعوا اولا فما واحد فيهم يعني كان يتيم معاندوش لا ام ولا بوت قتلوا الزوز معانتها في الغارة الجوية بتاع الامريكية على سبراتا في الفين وستاش واتفال هذي كان اذا يتيم وكان يستحق الى عملية جراحية بتنسيق مع السلطات التونسية تم استرجاعه هذي يبين انه العملية ممكنة يعني بالجنسية الى الدولة التونسية هذي غير صحيح لانه سهل برشا معانتها انه في نهاية الامر يقرروا يحدوا شنوى الجنسية بتاعهم اذا كان ابوهم ولا امهم معانتها توانسى ولا لايه بطبيعة هما يعني بالنسبة الاطفال اللي تم استرجاعهم اغلبهم راجعوا للعائلاتهم العائلة الكبيرة الموسعة معانتها عندهم جدودهم هوني معانتها ابو امهم ولا ابو ابوهم يعني موجودين في تونس دونك احتويتهم العائلة قالت العائلات هذي معانتها انه بعد ما تم استرجاعهم في البداية ولكن تفمى مع نوع من العناية النفسية والاحاطة الى غير ذلك معانتها وبطبيعة هما كانوا زادة عندهم في حاجة الى عناية صحية خاطر كما قلتلك فما فيهم شكون كان يحتاج الى عملية ولكن قالت لنا العائلات انه اليوم بعد معانتها اشهر من استرجاعهم عادش فما حتى تأثير للاطفال هذوما وهذا بطبيعة من الاشياء اللي يلزم معانتها نوقدها على خاطر مش استرجاع الاطفال مش معانتها بش خليهم انفالي لاشي دون ناتور ليه خاطر بطبيعة الاطفال هذوما يمكن عندهم تأثير على نفسيتهم من اللي شايفوه من الحروب اللي عاشوها تصور انتي معانتها يموت طفل ابوه وامه في غارة جوية وفي حرب وشنوا يكون معانتها نفسيته فما احاطة نفسية لازم تصير وتصير بطريقة حقيقية مش فقط معانتها كوسميتيك نتفهموا انه الرأي العام يكون عنده نوع من الاحتراز على استرجاع الاطفال والنساء هذوما خوف من انه يعني في نهاية الامر الاطفال هذوما يكونوا بسارت لهم عملية غسل دماغ ويصعب يعني ادماجهم في المجتمع ولكن هذا ما يمنعش انه طبعا معاه الاخد بعين الاعتبار للرأي العام ولكن في نهاية الامر ما يجب تغليبه هو يعني مصلحة الطفل شنوه مصلحة الطفل الفضلة وفي النطاق هذي مصلحة الطفل ما هيش بش تكون في تركه في مخيمات او معتقلات يعني ما تتوفرش فيها ادنى الشروط بتاع العيش الكريم او المعاملة الانسانية وتركهم في المعتقلات هذي كأنهم معناتها خارج التاريخ او خارج معناتها اي مسئولية لاي دولة هذي مهوش بش ادية لاي نتيجة بالعكس يعني بعد تصور انت اذا كان الاطفال هذوما يعمرهم طوى اليوم ثلاثة سنين او ستة سنين بعد عشرة سنين يكونوا معناتها مراهقين او يبلغوا سن الرشد شنوه بش يكون موقفهم موقفهم هو موقف معناتها عدائي تجاه تونس هو موقف معناتها بش يكون فيها يعني صد كبير للمجتمع التونسي اللي معناتها يعتبروه ما تلهيش بهم وبش يكون تكون ردة الفعل معناتها عدائية دونك الخطر اكبر في عدم استرجاع الاطفال منه في استرجاع الاطفال الخطر اكبر لانه الاطفال هذوما ينجموا يكونوا قناب الموقوتة فيما بعد ويدوروا على الدولة وعلى المجتمع التونسي فما شكون يعني من الاطفال هذوما تولدوا في البؤر التوتر كما يقولوا لها معناتها في ليبيا او العراق او سوريا وفما شكون كان تولدت في تونس وعندوا أوراق يعني أم هيتهم عندهم أوراق تثبت انهم تولدوا في تونس وعندهم يعني معناتها الجنسية التونسية وامشوا وبعد التحقوا بأزواجهم في ليبيا او العراق او سوريا فما كاتيجوري انا يظهر لي انو الاشكال التقني في يعني التعرف على هوية الاطفال هذوما وعلاقتهم بتونس واثبات جنسيتهم ما هوش هو الاشكال الاساسي لانو فما دي تاست ادين معناتها ينجم تنجم تعملهم دولة تونسية ودايوغ على ذكا معناتها عاملوا تاست ادين وتمكنوا من انهم من استرجاع ثلاثة معناتها من الاطفال فما معناتها اثبات تتعلق بالعائلة الموسعة على خطر كما قلنا معناتها جدودهم معناتها موجودين في تونس وينجموا يثبتوا انو الطفل هذية يعني هو ابن ابنهم ولا ابن بنتهم ويسترجعوه معناتها كما قلنا تخذيغلو تاست ادين نوك ما فما مش اشكالية كبيرة حسب رأيي في المسألة التقنية مسألة اثبات الجنسية المسألة الاساسية هي مسألة سياسية ما يزمش نخلطوما بين الاثنين يدهولي التأثير معناتها لي بش يمكن يمثلوا المجتمع المدني حتى معناتها اشخاص فاعلين معناتها في البرلمان بالنسبة للمسألة هذه مهم جدا خستان انو العائلات بقعت معناتها ما غير السند حقيقي اليوم يظهولي فما تحرك في الاتجاز صحيح خاطر اينا سمعت البارح الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب الي معناتها كان فما جلسة استماع في البرلمان حول مسألة عودة يعني المقاتلين او عائلتهم الى تونس وكيفاش كيفيت معنات التعامل مع المسألة هذه بديت فما يعني نوعا من بلورة لستراتيجية معناتها فيما يتعلق به هذه المسألة يعني مسألة استرجاع الاشخاص هدوما بالنسبة للاطفال ما فماش شك اللي لكلهم يعني يلزم التعامل معاهم بطريقة يعني تعطي الاولوية لمصلحة الطفل فيما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية بالإحاطة النفسية بالصحة والحق في كذلك التعليم على خاطر نشوفوا الاطفال هذوما الكل اللي نحكيه لعليهم اللي هما اكثر من مئتين طفل معناتها تونسي في المعتقلات في ليبيا والعراق وسوريا ما عندهم حتى تعليم ما عندهم حتى يعني مستقبل في المعتقلات هذية دونكيزم اعادة ادماجهم في المجتمع اشتركوا في القناة